اهلا بحضراتكم مرة اخرى ومشاهدين نهاية الاسبوع وفقرتنا الصحفية الاسبوعية طبعا يسعدنا ان نرحب بضفنا للقراءة والتحليل أستاذ محمد الشفعي كتب الصحفي والمؤرخ العسكري اهلا بك يا أستاذ محمد أهلا بك يا أستاذ محمد أهلا بك يا صباح خير صباح النور طيب أستاذ محمد عندنا الحقيقة عدة نقاط النهاردة وطبعا أبرزها الندوة التسقفية 29 اللي كانت مبارح بقاعة المنارة للمؤتمرات والحقيقة الرئيس اتكلم بعفوية شديدة جدا في الندوة دي ولكن أيضا بروح فيها الحقيقة وطنية وتحدي وابتداها طبعا باستحضار روح أكتوبر 73 اللي احنا دايما يعني مفروض نحتفل بي طول السنة بس بنخص بالاحتفال شهر أكتوبر عندنا معركتين معركة اللي كانت المعركة طبعا اللي كانت بتدور أثناء 73 والمعركة اللي بناخدها دلوقتي كيف تقرأ هذه النقطة؟ الحقيقة المقطع اللي أزيع من كلمة الرئيس بالأمس اللي يحتاج الحقيقة يعني مساحة وقت طويلة جدا نعرف إن وقتنا محدود رئيس اتكلم على معركتين في معركة المعركة للسنزاة في أكتوبر والحقيقة التشبيه بتاع الفرق بين العربية السيئة والعربية المرسيدس ده تشبيه الحقيقة دقيق لأنه احنا بعد 67 أثبتنا إنه السيارة بالسائق وليس السائق بالسيارة أو المعادلة اللي احنا كنا بنقولها دايما السلاح بالجندي وليس الجندي بالسلاح يعني رغم التفوق التقني في المعدات والعدة والعتاد والسلاح اللي كان عند العدو الصهيوني إلا إن أنا حتى منذ 67 يعني 67 المشكلة لم تكن في الجندي المصري كانت في القائد العسكري إنه في قائد ما أخدش قرارات مهمة في وقت أو قرارات صائبة لكن 67 قد أفاجئ حضرتك وسادة المشاهدين إنه 67 مليئة بالبطولات لكن المحصلة النهائية كانت كابوة أنا الحقيقة يعني واحد من الناس اللي بتحفظه على رفض هزيمة لأن الهزيمة هي أن يستطيع عدوك أن يفرد عليك إرادته وأن يشل حركتك هذا لم يحدث مع مصر لا من أيام الهكسوس ولا حتى الصينة ولا حتى الحد ولا حتى لما ربنا يقوم من أيام إن شاء الله ربنا عيني عندك مثلا هل السادة المشاهدين يعرفوا إنه يوم 6 يونيو 67 إحنا ضربين غواصة اسمها التانين ضربها الرائد محمد عبد المجيد عزب سيادة المقائر سيادة اللواء لوقت ربنا يديره الصحة والعافية أمام شواطئ الإسكندرية وبنقسل حوالي 12 ضفضع بشري 6 يونيو كتراحة الغواصة دي جاية تضرب المراكب الحربية اللي موجودة في ميناء الإسكندرية في حرب يونيو يعني ظلم إنه إحنا نقول 67 هزيمة لا طبعا أنا ما حبش لفظة هزيمة لأنه الهزيمة زي ما قلت لحضرتك مصطلح مش تعريف دقيق لما حدث في 67 دقيقته إنه عدوك تعرف حضرتك بتشوفي المصارحة الحرة لما لاعب يستطيع إنه ييب لمس أكتاف لعب اللي هو يشل حركته ويفرض عليه إراك ويفرض عليه السيطرة لكن ده ما حصلش معنا في 67 ده يوم 6 يونيو هل حد من السادة المشاهدين يعرف إن يوم 8 يونيو 67 في معركة عظيمة اسمها معركة جلبانة كتيبة سعقة بتواجه لواء مضرع صهيوني وتدمر أكتب من 34 دبابة نعرف لواء كتيبة سعقة عنه يعني الجندي معانا رشاش فتخاني بقى يبقى احنا بنحط الدم قدام الحديث هل حد يعرف إنه في مناطق القسيمة وبعجيلة في 67 كان فيها بطولات كبير لكن النهاية إنه كل جندي مصري أتيحت له الفرصة لمواجهة عدوه في 67 قبل بلاء حسنا وانتصر في المعركة الخاصة لكن المحصر النهاية كانت كب الجيش المصري بقى في اللاوقت الرئيس أشار إلى معركة دراس العش عرفة اللاوقت فيش وقت هذا برضو لم يحدث ولن يحدث لأي جيش في الكون إنه أي جيش بتعرض لكبوة زي 67 بتنضرب له 80% من طياراته على الأرض بيفقد كثير من جدا من سلاحه في سيناء أثناء الانسحاب الأهواج اللي تم ده ما يقومش قبل سنين لكن إحنا قمنا في 25 يوم رأس العشري 30 يونيو 30 يونيو 67 طبعا استمرت لغاية 1 يوليو بل استمرت توبيحة حتى 8 يوليو 67 30 يونيو 30 شاب صغير بيقودهم ملازم بضبورة السيادة اللي هو فاتح عبد الله الوقت كان لسه جاي من كل حربية ومعه رقيب بتلت شرايط اسم حسني سلامة ربنا ديله الصحة والعافية بيقابلوا قول من الدبابات الصيونية بيدمروا 14 دبابة ويقتلوا 35 ضابط وجند تمام المعركة دي بدأت بقى من هنا بدأنا حرب الاسنزاف 1041 يوم بنعمل فيهم 4400 عملية الرئيس أشار إلى الجزيرة الخضرة دي كان 19 يولي 69 وأشار إلى شدوان 20 يناير 70 وأشار إلى حاط صواريخ اللي انتهى بناءه في 30 يونيو 70 في كمان زايد ده الرئيس طبعا عشان الوقت ما قالش كل المعارك التدمير المدمرة إلاءة 21 أكتوبر 67 هذا التدمير اللي أنا بكنا مع المقطع اللي احنا شفناه التدمير ده غير استراتيجية بناء القوات المسلاحة لأول مرة في الحروب في العالم أنه لنشاة السواريخ اللي اختراعها لتحاد سوفيت اللي لم تكن خد جربت في معركة من قبل المصريين هم صحاب الاختراع بيدمروا مدمرة أكبر من الاستراتيجية اللي احنا عاديين في ده في بساروخين سطح سطح على المية وبيعملوا فالاستراتيجية بناء اللي قوات البحرية بتتغير عملنا الإغارة على النقاط الحصينة في 69 الرئيس طبعا بعد كده نتكلم على مدفع المية وسط اللي هو بقى زاكي يوسف الله يرحمه ده أنجل 69 بالضبط بس اللي حضرتك بتقوله ده يا أستاذ محمد معناه أن ما كانش فيه متابعة ممكن نقول متابعة إعلامية أو تغطية لما يحدث بشكل كويس لأن على الجانب الآخر في ناحية العدو الصهيوني كان التغطية هناك إن الجيش لا يقهر وإن إحنا أحز أعظم جيش في العالم وإن هما كذا وإن هما كذا كان كلام كتير جدا وكان بيلعبوا لعبة الحرب النفسية هما يعني هما عارفين إنه هما جيش يقهر ويقهر بمنتهى السهولة طبعا بس هما كانوا بيلعبوا مع المصريين مش مع الجيش مع الشعب المصري لعبة الحرب النفسية علشان يوصبته من العزيمة بتقوله ده كله يمكن ما فيش ناس كتير تعرف المعلومات دي بس على الجانب الآخر بيبقى فيه دقة شديدة في نقل المعلومات ولعبة الإعلام لأنه هما على فكرة في أكتوبر 73 أكتوبر إعلامهم كان بيقولوا إنه هما كسباني الحرب ومازال حتى الآن بعض المواقع السهونية حتى الآن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها معا يعني بيقولوا إنه هما كسبوا الحرب على اعتبار إنه الثغرة بتاعت الدفرسوار يعني بيكلموا في المسألة لكن طبعا ده كلام يعني كلام فاضي أقرب إلى يعني مش عايزة أقول بالتأكيد هو ده المصالح الصحي لكن خلينا أقول لحضرتك إنه حتى الصهاينة الصحيوني ده لم يدخل حربا بمفرده وخليه خش بقدراته الشخصية في 48 كان معال إنجليز وطبعا عكس طبعا بعض الأخوان اللي بتعاملوا في التاريخ يقول لك العصابات الصحيونية لا كل الجيوش العربية داخلت فلسطين في 48 كانوا 24200 جندي الصهاينة كانوا 40 ألف جندي جايين من الحرب العالميات التانية عندهم خبرات كبيرة جدا ومع هذا استطاع الجيش المصري الجزء بتاع الجيش المصري كان جواب فلسطين أن يبل بلاءا حسنا ويتقدم بشكل كبير جدا لدرجة أن الأوروبيين فرضوا على الجيوش العربية أربع هدنات في نهاية هذه الهدنات كان الجيش الصحيوني بقى 200 ألف جندي والعرب لسه 24 و200 ألف يعني برضو حتى هنا مقاييس الهزيمة في 67 في 67 الكيان الصحيوني دخل الحرب ومع كل القوى الأمريكية في 73 لو لا الجسر الجوي الأمريكي اللي بعدما العبور العظيم ومعركة دبابات يوم تمانية وكذا كانت صحينا يعني الرئيس السادة حتى لو أراد وده طبعا تقديراته هو السياسية بتصفية الصغرة الصغرة كان فيها تقريبا تلت الجيش الصهيوني لو تم تصفية الصغرة على رأي الرئيس السادة كان يقتل 10 ألف صهيوني بألف مدرعة ودباب لكن طبعا المعروف في مذاكراته جه وهدد الرئيس السادات أن أمريكا هتخش الحرب بشكل مباشر بالضبط فهوناك تحضيرات سياسية نقدر نحن بقى نشل حركتهم ونفرض عليهم إرادتنا كاملة وممكن نبقى الطريقة حتى كان مفتوح لده الأبيع بالضبط وحصل طبعا الانتصار العظيم اللي خلينا نقول الحرب ابتدت فعلا من 67 وانتهت بالنصر في 73 وده الرئيس أشار اللي هو استحضر هذه الروح دايما زي ما احنا كده بنقول ما بنتكلم عن حرب أكتوبر الروح دي هي اللي احنا بناخد منها الأمل وبناخد منها القوة عندنا حرب شرسة دلوقتي يعني لم تتوقف يمكن حرب شرسة ضد الإرهاب حرب شرسة ضد الإرهاب الفكري حرب شرسة على المستوى يعني عندنا كذا مستوى بنحارب عليه أبرزها طبعا زي ما احنا شايفين عملية الشام لسينة 2018 أنا بس كتعايز أعزنك في معركة بشكل محدد صغيرة اللي هي اسمها جزيرة الخضرة جزيرة الخضرة دي 19 يولو 69 أكبر وحدة كوماندوز صهونية نزلت عشان تحتلها جزيرة دي على موطرة تكيله من السويس تخيالي بقى لو احتلت يحصل ايه وجزيرة فيها سرية دفاع جو يعني انت عارفت دفاع جو يتعامل مع الطيرات يعني وكان العملية دي ردا على عملية عملتها عملها الأبطال الصعق المصرية اسمها عملية الهجوم على لسان التمساح دي نقطة حصينة كان بتضرب مدينة السويس ومناء الأدبية وكذا دي كان يوم 10 يوليو 69 العملية بتاعت اللسانة بورتوفي دي وفيها أستاذ مه جربت خطة حرب بأكتوبر كاملة تمهيد مدفعي حساب المادة والجزر العبور بالأوارب نهارا 10 يوليو 69 تمام فلاختار الصهاين يوم 19 19 ليه ردا على معركة لسان بورتوفي وإفساد خطاب الزعيم جوان عبد الناصر في 23 يوليو ومع هذا استطاعت سرية الدفاع الجوي تلقين هذا العدو درسا يعني لن ينسى وإسقاط طائرتين أحدهما طائرة مقاتلة والتانية طائرة هيلوكوب تمام فيعني تخالي إنه دي معركة مهمة جدا والعديد فعل زي ما حضرتك بتقول الوقت ما يكفيش إحنا نتكلم عن عظمة هذا الانتصار وقادي إحنا محتاجين إحنا نعرف تفاصيل ونعرف الجيل